لم تنجوا الرواتب هذه المرة من توجهات الحكومة لتخفيضها لكن رئيس الوزراء طمأن صغار الموظفين والطبقات الهشة من تداعيات الأزمة المالية والاستقطاعات كل الدرجات الوظيفية اللي بالسلم الوظيفية اعتقد انه يعني لا تستحق الاستقطاعات واللي جاءت بمشروع الموازنة الطبقات التي تستحق الاستقطاع مستثنات من الاستقطاعات اللي هي الرئاسات الثلاثة موظفين الرئاسات الثلاثة والرئاسات الثلاثة والقضاء والخارجي لان ذولا رواتبهم عالية جدا اما الطبقات الدرجة الاولى الاليف ممتازة والليباء ممتازة نعتقد هذه ينبغي ان تكون مستقطاعا حتى وان فرضت على الدرجة الاولى والدرجة الثانية ايضا ممكن لكن ما بعد الثالثة اعتقد انه مشكلة ووفقا لتسريبات فان توجه الاستقطاعات سيشمل كبار الموظفين والدرجات الخاصة والرئاسات بنسب متفاوتة فضلا عن ترك الخيار للوزير لترشيق النفقات والمخصصات العالية لبعض الموظفين الذين يتقاضون مخصصات عالية تفوق اقرانهم في مؤسسات اخرى من العاشرة الى السابعة سادسة سابعة هدو مخصصات عالية وممكن لانها يقسم المخصصات هي بدون قانون الرواتب القانون ما لا يستطيع التلاعب بها الا موافقة بس النواب فهذه الطبقات اللي قد لا يؤثر عليها ان ياخد الراتب عشر اخمسة عشر مليون ان شاءال منه مليون مليونيا ما تأثر عليه المواطنة الان يعني امام تحت المطرقة مجلس الوزراء رفض ايضا مقترح رفع اسعار الوقود وفرض الضرائب الاخرى التي تشكل عبءا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع التي تأثرت بتداعيات ارتفاع الدولار سجاد الموسوي العراقية الاخبارية بغداد